مرحبا بحضراتكم معنا سؤال هل يجوز قضاء صلوات السنوات الفائتة في وقت الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وإن كانت الإجابة بنعم فهل يصلى الظهر والعصر جهرية لأنها تصلى ليلا أم أصليها سرية كما هي المقرر إن اللي بيفوته صلاة حتى إن وقتها خرج يعني خرج وقتها يجب عليه قضاء الصلاة لفتته لما ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها طيب هو لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر واللي بيعمل كده أو بيقع في كده هو ارتكب اسم ووجب عليه قضاء ليه ارتكب اسم لأنه فاته تلبية النداء الرباني بأداء الصلاة على وقتها لأن الصلاة ليها وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط ليها وقت محدد لو فات الوقت أسمت ومع فوات الوقت أنت ما صلتاش كمان يبقى أسمت أنك فوت الوقت ولم تؤدي الفريدة يبقى وجب علي قضاء هذه الفريدة يعني من فاتته صلاة صلاة وجب عليه القيام بها ومن فاتته صلاة جهرية فقضاؤها في وقت صلاة جهرية أخرى زي كمن فاتته صلاة المغرب مثلا فقضاها في وقت العشاء يجوز له أنه يجهر بالقراءة في القضاء يجهر بقراءة القرآن يعني يصلي بصوت عالي في القضاء لأن الجهر بالقراءة في الصلاة ليه سبابين إما أنك الجماعة كمن يقضي الصلاة في جماعة وإما الوقت بتاعها يعني مراعاة أصل وقتها وفي هذه الصورة الوقت حاصل وهو الليل فيشرع الجهر بالقراءة لأن الصلاة الليل إحنا بنجهر بالقراءة القرآن في الصلاة بصوت عالي في الركعتين الأولايتين أما عند قضاء الفوائد النهارية في وقت الليل زي مثلاً اللي فاتته صلاة من الصلاوات السرية زي مثلاً واحد فاتته صلاة الدهر أو فاته صلاة العصر فإن قضاها نهاراً صلاها سراً وإن قضاها ليلاً فالراجح من أقوال الفقهاء إن هو يصليها سراً اعتباراً بأن الأصل في القضاء كالأصل في الأداء هي أصلاً صلاة سرية أما تقضيها تقضيها سرية يعني ما تجهرش بقراءة القرآن في الصلاة والأصل فيه الدهر والعصر إنه هما أو أنهما من الصلاوات السرية عند الأداء فيه الوقت بتاح فكذلك في القضاء لو فاتني صلاة الدهر والعصر مثلاً وحصليهم بالليل عند القضاء بردو بعد خروج وقتهما إننا أصليهم أو أقضيهما سراً كما إن سبب الجهر غير متوفر في هذه الحالة الأولى فالأولى طبعاً الإسرار بقيت نقطة بسيطة اللي إحنا عايزين ننبه إليها إلى إن السرية والجهرية من هيئات الصلاة الصلاة لما أنا بقول دي صلاة سرية هيئة السرية وهيئة الجهرية من هيئات الصلاة يعني ما لهمش أثر على صحة الصلاة لهم سنة ولهم ركت يعني ما لهمش أثر على صحة الصلاة ما دام إن الصلاة قد وقعت صحيحة الشروط ومكتملة الأركان لما نيجي نعبر بس بمصطلح هيئة من هيئات الصلاة يا صاحب السؤال